السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي درس النهاردة من الأساليب هنتكلم النهاردة عن ضمير المخاطب ضمير المخاطب ليه اسمه ضمير المخاطب عشان أنا بكلم حد قدامي يبقى ليه اسمه مخاطب علشان بكلم حد قدامي لما بكلم حد قدامي بقوله إيه أنت أو البنت بقول لها أنتي تمام طب ينقسم ضمير المخاطب إلى كم ضمير خمس ضمائر خمس إيه ضمائر طيب إيه هما الخمس ضمائر دول أنت لإيه للمفرد المذكر أنت لإيه للمفرد المذكر يعني الولد الواحد يعني الولد الواحد مثل إيه أنت تلميذ متفوق طيب تاني ضمير عندنا أنتي ونخلي بالنا من الفتحة والإيه والكسرة الفتحة يبقى أنت للولد وأنت تحتها إيه كسرة يبقى أنتي للمفرد المؤنث يعني البنت الإيه الواحدة مثل إيه أنتي طبيبة ماهرة ضمير الثالث أنتما اسمه إيه أنتما لما نلاقي الألف كده نفتكر المسنة نفتكر الإيه المسنة يبقى أنتما للمسنة يعني إيه المسنة يعني تنين المسنة يعني إيه يعني تنين اتنين مذكر أو اتنين مؤنث مش مشكلة مثل إيه أنتما طالبان مكتهدين أو أنتما طالبتين مكتهدتين تمام؟ الدمير اللي بعد كده اسمه أنتم الولاد بتحب حرف الميم الولاد بتحب حرف الميم يبقى أنتم دي لجمع المذكر يعني ولاد بس مثل إيه أنتم مهندسون بارعون آخر واحد عندنا اسمه أنتنا ننطقه مع بعض كده كويس اسمه أنتنا عشان النون عليها شدة فننطق كويس أنتنا أنتنا ده لإيه لجمع المؤنث يعني بنات بس مثل إيه أنتنا أمهات حنونات طب هنا التدريبات اللي عندنا على سلوء على ضمير المخاطب هات من عندك إسما أنت ممكن أحط أي حاجة أي حاجة مش شرط معلم أنت ولد أنت تلميذ أي مذكر هنا بيقول لي أنت وحط من عندي إيه معلم تمام أنت ممكن أحط أنت تلميذة أنت طبيبة هنا بيقول لي أنت ممردة أنتما قلنا أنتما للمثنى ينفع مذكر ومؤنس أنتما طالبين أو أنتما طالبتين أنتم علماء ده جمع مذكر أنتنا فتيات سؤال تاني ضع ضمير مخاطب مناسب مما بين القوسين وعطيني أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتنى طيب أول واحد عندنا طفل جميل نختار إيه أنت معلمات معلمات نشيطات أختار إيه أنتنى تلميذين مكتهدين أختار أنتما أشان دي مثنى طب أطباء أذكية أختار إيه أنتم سباحة ماهرة سباحة دي مفرد مؤنس أختار أنت طبيبتين مخلصتين أختار أنتما وبكده نكونوا نتعين من الدرس إن شاء الله يكون سهل وتحلوا عليه كتير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا